لما بتلمسني كده دي لمسة بالنسبة لي حنينة لما بتحضني حضني جمي لكن لما بتجي الزقيني او بتعملي كده دي لمسة مش كويسة ايه اللمسة اللي عندك تاني مش كويسة فببتدي انقل له هو كمان هو ابتدي اعرف اللي في دماغ ابني ارجوكو يعني انا باكلم الاهل اسمعوا ولدك علشان اقدوم فرصة يعبروا عن اللي جواهم عشان تفهموا دمخهم واصلة فين مايبقوش متلقي بس ايه وكمان اللي محتاجه تاني منك انا كل ما بسمع ابني او بنتي بعرف هم موقفين فين عشان ازود ايه فلما بسمعه اقول له بقى اقول لي انت بقى اللمسة يقول لي لما بتزقيني يا ماما او لما بتضربيني كده او لما بتحطي او لما بابا بيشديني من ايدي يقول لي اسمعي الكلام وايه تاني اقعد ابتدي اقول له بقى الغاية لما اقول له لو حط ايده على ايه فهو اللي مثلا ما بيحطوا ايده علي فيه امهات بيسيبوا لدها القبار يحطوا ايديهم على ليست على مطقة السادية عندها فلا احنا عايزين نعوده دي اماكن بقى خاصة وانت ببقيتش بيبي وما ينفعش خلاص فهنا الطفل بيبتدي حط معتقدات حوالين جسمه اجساد الاخرين ونقول له قد ايه بقى ان فيه حاجة اسمع حدود كلمة حدود نعودهم على الحدود الحدود وحنا بنتكلم مع بعض الحدود وحنا بنقرب لبعض فيه اطفال ممكن ترمي نفسها في حضن اي حد على فكرة مهما الام والاب خوفوا في البيت ليك مساحة وليك دايرة والاخر كمان ليه مساحة وليه دايرة مش كل الاخر كمان بيحب الناس تقرب منه قوي فكل الحاجات دي بتاخد وقت مننا ومجهود بس نصبر على التربية لان تربية بتاخد مننا شوية وقت وشوية مجهود وما نزعلش حتى لو ابني يعني حصل منه اي حاجة من غير اللي انا اتفقت معاه فيها عادي ما تقبل ده منه وبتدي ان انا استوعب اي حاجة هو عادي دكتور عشان الوقت بيخلص مننا بسرعة برضو عايز ارجع تاني لنفس النقطة ازاي الاهالي يردوا على الاسئلة يعني مثلا سؤال زي انا جيت ازاي يقولونهم ايه وايه الاسئلة تانية اللي ممكن تبقى بتتكرر والاهالي يردوا بايه طيب الاطفال الصغيرين اللي هو لغاية 6 سنين يعني 7 سنين شوية هم خلاص يعني انا بالنسبة لي 7 و 8 سنين احنا دخلنا بداية موراقة مبكرة دلوقت كبروا بالزبط خلاص مقاش ينفع ان احنا نقوله لكن الاطفال الصغيرين لغاية 5 سنين بنقوله ان فيه ماما وبابا تجوزوا هم حبوا بعض فيه حاجات كانت جميلة بينهم وبين بعض فيه حضن ده فيما بين بابا وماما وبعدين الحضن ده بينتج بقى عنه طفل جميل زيك وبعدين ممكن نستعين بالافلام الفيديوهات اللي بتبقى على اليوتيوب بست بتبقى دي المضغة وبعدين ادخل الطفل الصغير ما بيبقاش اهتمامه قوي بالعملية حصلت ازاي ما عندوش غريزة جنسية يعني لا مش كمان غريزة حتى استقال بتاعهم ما بيعنيش حاجة تانية لسه ما سمعش لكن دخل مدرسة ممكن يكون سمع يعني بذات كمان دلوقتي انا بيجيني ولاد في تلتة فيما متأهل على الاقل في الثلاث اربع سنين يعني بيجيبوا بعض انت عارف مامتك ومباوكي تجاوزوا ازاي يجاوزوا كده اما يروحوا لمامتهم وببغم لأ دي كده احنا دخلنا في حتة غلط وحتى صحي ولا انا مش عايزة بنتي الاعنات تفتح بقى لانت حضرك السؤال اللي انت قلتوني مش عايزة تفتحينيهم على كده لا خلاص يعني وبيعملوا السرش وانا ببقى عارفة كده لاني بقعوب معي وبيعرفوا تطلع من عندنا احسان احسان ما تيجي من بره وبشكل علمي يعني اه فالاطفال الصغيرين انا ممكن اكتفي لو ابني بقى زود حتة كمان على السؤال ده بسؤال اعمق لازم اطلع بقى بكده ابني في حاجة في مخه ليه مبمغه وماشاء الله يعني رايحة شوية وانا كمان محتاجة لازم اغزدي دي اوعه تقوله انا عايزة اقفل على الحتة دي عشان دماغه ما تسرحش لا هي كده هتسرح يعني انا مرضتش على السؤال انا سبت ابني يتوفل مضارة نتيجة عكسية للأسف انا دكتور نورتينا انا بجدنا بصوطة باللقاء بتاعكم بجدنا بجدنا ربنا يبريكي انا اللي شكرا ليكم شكرا ليكم اللقاء ده سام رضيع خاصية الصحة النفسية والارشادة الاسري انا معتقد فكرة همة جدا بصوا خلاصة الموضوع نخلي بالنا من ولدنا ونحاول يعني ايه في كل صغيرة وكبيرة نكون معاهم لفترة معينة ليه علشان خاطر هو ده اللي بنبني عليه مستقبل حياتهم وكل شيء ممكن يدور حوالينا ويبقى اسوياء ما عندهمش مشاكل نفسية لا قدر الله ولا يقزوا نفسهم ولا كمان يقزوا لحواليهم مده مهمة مده مهمة اشتركوا في القناة